ازاي اشتري من شيئن ازاي اعرف مقاسي ازاي اعرف الجماري ازاي اعرف ان الحاجة شكلها حلو ولا لا طيب ازاي اعرف بقى ان المنتج ده اصلا جودته حلو ولا لا ولا هجيب كياس ولا هعمل ايه السلام عليكم عاكم سارة سايد بدون نهاردة بتكلم عن رد على اسئلة شيئن لو انت اول مرة في حياتك تشتري من شيئن هجاوبكو على الاسئلة اللي هي اصلا كنت باسألها النفسي وضغط كتير عشان اجاوب اجاوب على النفس عشان اعرف اشتري صح اولاين عموما بقى مش شيئن بس فيلا بينا طيب بلاقي ناس كتيرة دخلين لي على النستا فانت لو مش عندي عمليو اللي يفقوله هناك هتلاقي اللينك تحت الفيديو على طول بنازل فيديوهات كتير و بجاوب على اي اسئلة والحمد لله يعني ايه الدنيا ماشي هناك طيب انا ازاي بقى بعرف اشتري من شيئن قبل ما اعمل الفيديو ده واتكلم معاكو كده انا كنت بدور على فيديو واحدة تقولي تجربتها من البداية انا قبل ما اشتري من شيئن عجبني تشيرت كتير اشتريه دخلت على كمية فيديوهات على اليوتيوب علشان اعرف طب اعرف مقاسي ازاي طب اعرف جودة المنطق ازاي طب اشتري ازاي طب افهم اي حاجة انا مش فهم اي حاجة لفيت كتير قوي و في الاخر خالص دخلت بقى على جروبات اللي هي بتاعت البنات اللي هو ايه يا جماعة حد بيبيع شيئن طب سألت بقى الاسعار الناس من غلوانية قوي وينزة بتحط 20 جنيه على قطعة ناس بتتعامل بعروض بصوا الدنيا بصوا يعني مكنتش فهم مع اي حاجة كنت حاسة ان انا غايت غبية حييت تغباء يعني بس انا كنت عايز التشيرت فانا لازم افهم فعشان كده انا عملت الفيديو ده بجد وبالمناسبة التشيرت ده من شيئ ان انا كنت شاريه فانا كنت وصل جاي من تحت بس قولت اصور الفيديو ده عشان ايه لانا لابسك اشان انا بكسر الربس اساس عشان اصور الفيديوهات اول نقطة معي هو ازاي عرف مقاسي يعني الحاجة اولاين على موقع هاعرف مقاسي ازاي انت بتشتري مظهورة انت بتشتري مظهورة من دي من متاجر الخضرات اللي هو بيبيع الصصة وزراير والحاجات دي وبتبدأي ان انت هتاخدي مقاساتك طيب اخد مقاساتي ازاي كل منطق بيبقى محطوط تحتي المقاسات من اكس سمول لحد خمس اكس لارج فهم برضو عندهم ميزة ان انت عندهم جميع المقاسات مقاسات صغيرة ومقاسات كبيرة فدي هادا حلوة طيب اعرف مقاسي بقى ازاي برضو ان اللي بيلبس سمول في مركت كذا مش زي سمول في مركت كذا انا قصر اساعد بيلبس سمول وفي قطع تاني بلقي انا اتنين اكس لارج فانا مقاساتي مش مش موحدة انا لحد الوقت بخش محل انا باخد كذا قطع او اشوف ايه المقاسي ايه اللي شكله حلو ايه اللي شكله واسع او ايه اللي شكله دايق او مش هدي يخش فانا والله ما اعرف مقاسي بجد في الحقيقى اصلا فلازم واقس بالصمت فهم عندهم برضو بيشرحوا لي كل حاجة للاغباة يعني اللي هو زي كده اول ما اشتريت عندك اول حاجة انت مثلا استي محيط دراعك هتشتري مثلا تي شيرت محيط دراعك مثلا لقتيه تلاتين سنتي تكتبيه في الكراسة تلاتين سنتي محيط الدراع المحيط يعني تاخدي كده مقاس داير نداير تاخديه داير نداير كده محيط الوست بتاخديه هنتخيل ان دا وست واحدة ماشي تاخدي كده تشوفي رقم واحد فين وتدوسي كده واحد 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 تلاقيه مثلا محيط الوست سبعة وتسعين تكتبي سبعة وتسعين دي المقاسات المزبوطة بتاعتك بالزبط عرض الظهر عشان تشوفي كمامة تنزل عليك ولا لأ عرض الظهر بيبقى ايه من العظمة دي للعظمة دي خلاص بتقيسي كده بتلاقيها مثلا اربعين او تسعة وتلاتين بتكتبي بعد ما بتكتبي بقى تشوفي مقاسك دا انهي فانهي مقاسي يعني انت مثلا انا وستي تلاتين سنتي بقى سمول يبقى انا هشتري سمول كده طيب انا كصورة بحب لبس الحاجات اوفر سايزة يعني بحبش لبس حاجة مقاسي ابدا فانا مثلا عرفت ان محيط الوست عندي اربعين فقم انا ايه ازود بقى عشرين سنتي بقى هاخد المقاس اللي اكبر فهمتو انا بحب الحاجة دي بقى ديقة فيه بنات بتحب تلبيس الحاجات دي ازيق يعني كده ماشي بتجيب المقاس اللي الاصغ تحت بس كل دا بيتحدد على المقاسات اللي انت خدتيها بالمازورة لازم المازورة غير مزورة مش هتشتري حاجة ولو اشتريت حاجة غير مزورة تطلع ضيصة ماشي طبعا عندهم جميع المقاسات وعندهم plus size اللي هو الكيرفي فدي حاجة حلوة قوي عندهم فاللي ينصف حاجة بيشتريها في المنزيل في الجاب في كل حاجة عندهم كل الاقسيم عندهم الميزة دي فدي حاجة حلوة فيها بس الحاجة الوحيدة اللي انا لحد دولات مش عارفة اخذ مقاسي فعلا بصنتي وهي الجزم لحد دولات مت 30 سنة حد الي المحل يقول لي مأسك كاميا فاندي مقولوا يتLe 39 41 يجيبهم وعادة داخل فيها داخل اه دخلة دمريحيين دمش راحتنا امشي بيها الحاجه الوحيده لست انا مجرد شأتريه من اي موقع وهي الجزم او الشباب شرب لانا مش عارف اخد مأسات ازاي ليس عارف اجرب اجبها وامشي بيها وكذا دي برضو حاجه لسه مجرد اشأتريه بصراحة ثاني نقطة باكتلم بها ان انا خلاص عرفت مقاسي انا باك هاعرف ان الكتعة دي هتليق عليه اصلا مساعد بنشتري الحاجات لها مش لايقة علي يعني مساعد بنشتري البنات كتيرة بتاعيبتي لبساها لسه جديد أسانا جبتي دي وملاقيتش علي أسانا جبتي دي وتليعت مغمقين أسانا جبتي دي وتليعت صغيرة فما لقش الحاجة عشوائي بنتعمل اي صورة يعني انت بتشوف الكتعة عجبك مثلا تيشيرت تتخيلي وانتي لبساها تتخيلي كده الطايم كله على بعض التربيس تحتي تشيرتي ايه او قميس ايه بانطلون ايه طرحة ايه خلاص ماشي عرفتي هم بقى عندهم ميزة بتساعدك في ايه بقى في الحاجة دي هي ايه هي الميزة الميزة ان هم عندهم الموديلز اشكالهم متنوع يعني فيه الصمرة والامحوية والبيضة الكيرفي الرفيعة الطاولة القصيرة مقسيتهم مش واحدة تمام مش يستنبه واحدة يعني في انت مثلا عاجبك تشيرت بتنقي الموديل اللي شبهك شوية يعني مثلا انا على طول بلاحظها ان انا فيه ستايل معين في اللبس انا بحبه بلاقيه نفس الم انت ممكن تلاقي كائن فضي قدامك على شيء ان لبسة لبس يعني هم مصابوش حد غير لما ورهوليك على موقع بصوح فبناعنا على اللي انا قلته المفروض نختاري الحاجة هتليق علينا ثلث نقطة معانا ان انا خلاص عرفت مقاسي وخلاص عرفت ان ده هتليق علي نوعه بقى القماشة والجودة لنساعات بنتلاسع من الجودة يعني ممكن اشتري حاجة هتلاقي قماشتها مش خيشة كده مش هينفع لبسها طيب عندهم برضو تقيمات الناس انت بعد اما اخترت الحاجة اللي انت تلبسيها ومقاساتك تنزلي بقى تحت شوية كده هتلاقي تقيمات الناس التعليقات هتخش على التعليقات وتعملي المنت عايز تشوفي الريفيو بالصورة هتلاقي بتعليقات الناس كلها ممكن انا بكترة عجام من الجيبها كنت اشتريها خلاص بس قلت عادة انا بص التعليقات اشوفها بس شكلها في الحقيقة انا هرابية ده اللي لقيته واحدة كتبة ده اومشها زي مش البلاستيك واحدة كتبة ده منفوخة قوي وشويل واحدة ك شفافة قلت انا هرابية ده انا كنت هلبس في الموضوع ده في ثانية روحتي ما اشتريتهاش فلازم تبص على التعليقات علشان لو ما بصتيش على التعليقات مش عايز اقولك انت هتحس بايه هيجلك انهيار عصلي وانت بتسترمي الارض رابع نقطة هنتكلم فيها اهونا ازاي بشتري حاجات ساعات بتبقى رخيصة يعني ممكن اتجيبها بشتريها بمية جنيه ومية جنيه ترخيصة طيب هقولك حاجة في حاجة اسمها فلاش سيل على شيء كل 24 ساعة بيحطوا عدد قطع مع معين من اللابس وانواع معينة من كل الفئات عليها فلاش سيل يعني مثلا الفستان ده كان بستين ريال بقى بعشرين ريال فانت في اليوم ده انت خلالها هتشتري بتطلبي من شيء لو انت هتشتري هتطلبي منك لنفسك من الموقع وبيجيلك بقى طب انت ما بتتعاملش مع شيء زيك لشانا خوافة ويحبش الجمالك ويحبش عارف ويحبش المفاجآت فبقوم طلبها صفحة او جروب يا جماعة هو من اللي هتطلب شيء النهاردة او بخش عالجروب انا بتعامل معاه خلاص انا عرفت ان هتطلب اردن النهاردة طب خلاص اطلبي لي فلاش سيل معاكي لان الفلاش سيل 24 ساعة انت لو النهاردة عانجر بتجيبها وبكرا مش هتلاقيها تمام فهو برضه وحشته في كده النهاردة الحاجة بتعودش كتير فانت بتدواري بسرعة انت تشتريها ازاي فبصراحة انا كنت محظوظة في حاجات كتير انا اشتريها فلاش سيل بصراحة طيب عندك بقى خمس نقطة الجمالك فيه ناس بتشتري من شيء اين على طول وبيتفعوا الجمالك فيه ناس كتير تخش تسألني اصار فيه جمالك في مصر لكن البلاد العربية التاني والكلام ده انا مش عارفة قوي يعني انا مدورتش عن الموضوع وانا قلتلكوا في الاول انا خوافة ممحبش حوار الجمالك ده محبش اتفاجئ يعني انا ساعات بشوف بنات جايبها اردر بالف جنيه الجمالك بتطلع ب600 جنيه قبل كده اشتريت من واوكا علي بابا لعبة كانت بدولار هدفع لها تسعين جنيه جمالك احنا سيبناها ومشينا في البسطة يعني ده مش اللي هو اللعبة صغيرة خالص كده ناس اسمها فانا محب بش المفجئات بصراح فانا بتعمل مع جروب وانا اتكلمت عالجروب قبل كده انا بتعمل معين اه برضو هتلاقوا في فيديوهات شيء ان ازاي اتعاملت معهم وكده وهي كانت بنت صبورة قوي خامس نقطة او سادس نقطة ان شيء ما عندهم شيء موسم معين يعني انت لو انت عروسة مثلا بتجهزي وانت في الصيف عز الحر ممكن تشتري الشتوي عادي منهم عشان هما بيحطوا الشتوي زي ما هو ما بيشروش الشتوي في الصيف والصيف في الشتوي لأ ما بيحطوا جميعا الموسم تشتري في اي وقت فدي حاجة برضو نفعتني قوي لان انا في الصيف ومعايز اشتري الهي نك كده انا بلبس هاي نك في الصيف عادي مش فهم ازاي بس انا بحب شرقابتي اتباية واغلبية تشتري عاملة كده فبحب البس حاجة مغطية رقابتي فالهي نك عشان انا ادور في محلة في عز الصيف على هاي نك ما بلاقيش قصل يقول لي استني في الشتاء فشيء ان عندهم متوفر عندهم في الشتاء يعني بشتري اي موسم في اي موسم عادي اول حاجة اشتريتها هو البنطلون الميلتون ده لونه ابيض طبعا هو انا اشتريته شتوي طمام احنا في الصيف هو بس انا اشتريته شتوي علشان انا كنت جايبه سويت شرت شتوي برضو في الفيديو اللي فات كنت جايبه سويت شرت ابيض فقلت اطقامه باي بقطين جاي نزل بيه على بعض وكده طبعا انا اشتريته بس هم عاملوا حاجة رهيبة في البنطلون ده البنطلون ده مبطن مبطن شتوي بس شفاء انهم عاملوا حاجة ما بتحصرش زي مبطن مشفاف طبعا هتقولي لي باب النجر مخلع يعني انت قاعدة تقولي شوفي التعليقات وما تشتريش غلما تشوفي التعليقات علشان هتعياطي وانت بقى شوري بقى حاجة ما شوفيش التعليقات هقولك ان البنطلون ده كان لين استنازل جديد وما كانش فيه تعليقات فانت ساعات برضو ايه بتغلطي كده اللي هو ايه مفيش تعليقات فالبنطلون في الصور شكل وحلو خلاص ما بيجيش انت خلاص عرفت ان هو متبطن بتشغلي عقلك زي ما انا شغلت عقلي زي ما بطن وهيبقى خفيف يعني مش هينفع ليه دي اتنين كاتبين ان هو يعني بصوا احلى حاجة بري جود ايتيم اللي هو بصوا مبيش ازاي انا مش مسمحية كل اتنين اللي كتبوا التعليقات دول انا مش مسمحيهم عشان هم خلونا اشتري حاجة شفافة كده انا هتطر للبس عليهم بنتروني ستريتشة ابيض او رمودي علشان اغطي الشفافية دي الجبن بينين اصلا فين الجبن بينين اهو في انت تخلي بالك بالتعليقات لو ما فيش تعليقات بقى في انت ساعات بتقع في الفخ اللي انا وقعت فيه عادي تاني كتب معي وهو الهاي نت كده عجبني قوي طبعا مؤخرا اللي بيتابعني وبيتابع بفيديوهات الوكاله كلها هيعرف ان انا بقت بحب مؤخرا حاجات الطول طب دا يصوره شفاف طبعا او انا اعرف ان هو شفاف عشان اوباين ان هو شفاف والناس كلها كتبينه هو شفاف وهو طول لأساسا يبازم يكون شفاف فده انا كنت عافف ان هو شفاف انا اعطي كامش كلمة شفاف في المقطع ده المهم بقى ان انا جايبها ليه؟ يعني انا جايبها ليه؟ انا بحب الابيس مسلا اباين الكمام هو اللي بيك فيه بالكمام الكمام هي اللي فيها شغل فبيتلبس مسلا قميص اسود او بني او بيج او اي لون هيليه على بطي الطول ويا ضوب بس الكمه هو الهابان يعني استايل جديد كده بيت بحب الابيسه عادي بقى ساعات بيبقى فيه تريكات كده بسيطة او تفاصيل بسيطة هي اللي بيتميزك عن غيرك انا مش عارفة ده بقى يميزني عن غيره ولا لا ااا بس ودي اي اي دي مشتريات انا جبت مشتريات قليلة علشان احنا كان موضوع الحلقة النهاردة ان انا ازاي اتاخدوا مقاساتكو واتعرفوا مبادة المنتج بس مش دي الحقيقه الباضي ويقع من كتر كذفي مش دي الحقيقه الحقيقه اللي انا مفلسه وكده يكون الفيديو بتاعي خلص ربطكم استفدت منه وعرفت تاخدي مقاساتك وعرفت جودة المونتك وعرفت الحاجات كله انا اتكلمت فيها دي ويا رب تعرف تشتري موقع اولاين مش من شي اني بس من اي موقع عموما ويا شوكو الفيديوهات الجاية ولو عاجبك الفيديو وعاجبك معلومات رهيبة متنسوش اللايك والاشتراك انا بعملكو كده ليه انا مش بهديدكو والله مش عافة ايه اتعمل كده ليه انا مفلسه اتعمل كده متنسوش متنسوش اللايك والاشتراك تاني والله مش قصدي متنسوش اللايك والاشتراك وتشوفه في فيديوهات الجاية ويلا باي باي